ناقش الملتقى الأول لبنك التنمية الجديد الخاص بمجموعة بريكس الأليات والأدوات التمولية وغير التمولية التي يقدمها لتعزيز التعاون مع الدول الأعضاء وفي تصريحات خاصة للتلفزيون المصري أكد نائب ومدير المجموعة المستقلة لبنوك التنمية متعددة الأطراف أنكي سيشن أن مصر لديها برنامج ممتاز خاص بالبنية التحتية لافتن إلى ضرورة النظر في احتياجات مصر المالية من أجل توفير سبل الدعم أعتقد أن البنوك متعددة الأطراف لديها موارد عظيمة للتنمية ومصر لديها برنامج ممتاز خاص بالبنية التحتية وعلينا أن ننظر إلى احتياجات مصر المالية من أجل أن نوفر سبل الدعم وخصوصا للبنية التحتية والتي سيكون لها دور مفيد وطويل الأمد وأيضا وسائل التمويل المختلفة التي ستساعد مصر على سداد التزاماتها وسط ظروف منطقية والذي على سبيل المثال سيساعد في كيفية سداد هذه الالتزامات لصندوق النقد الدولي كما أنه سيجعل لمصر دورا مهما في مساهمات عدة لتطوير منظومة بنك التنمية الجديد